اشتركوا في القناة في محاضرة النهاردة هندي مقدمة عن البلوكتياجرام هنشوف القواعد الرئيسية للبلوكتياجرام او اختزال البلوكتياجرام هنشوف ازاي ممكن نعمل اختزال في حالة هنحل بعض المسائل على البلوكتياجرام وفي الاخير هنشوف ازاي ممكن نعمل باستخدام الماثلاب خلينا نبص على الموضل الرياضي اللي قدامنا دا عندنا الepend har tenth is S over S square plus 3S plus 6 كل ده مضروف في U of S U of S أنا بسميها ال-input وال-Y of S هي output وأقدر أقول أن S على S square plus 3S plus 6 اسمها G of S ودي بقول عليها أن هي transfer function فعندي U of S ثاني هي input signal عندي Y of S هي output signal وال-G of S بتوصف لي العلاقة الرياضية ما بين output وال-input وبسميها transfer function بحيث أن أنا ممكن أوصف العلاقة دي بالشكل اللي قدامي ده ممكن أرسم block وال-block ده هيبقى داخله سهم اسمه U of S وال-block ده هيخرج منه سهم هيبقى اسمه Y of S فال-block اللي قدامي ده أقدر أقول علي أنه هو graphical representation اسمه block diagram يعني معناه كده أقدر أبسط العلاقة الرياضية دي بأنني أوصفها بشكل block بحيث أن ال-block ده جواه G of S وأنا أعرف أن G of S هي عبارة عن علاقة رياضية عبارة عن S over S square plus 3S plus 6 طب ليه إحنا محتاجين نستخدم ال-block diagram خلينا نبص على الشكل اللي قدامنا ده فالشكل ده هو عبارة عن block diagram بنروح له ال-block diagram لأنه هو بيساعد المهندس أن يعمل visualize أو يبص على ال-control process بشكل عام فباستخدام ال-block diagram بنقدر نعمل simplification لعملية التحكم بحيث أن احنا بنشوف شكل blockade وكل block جواه معادلة رياضية مش محتاجين أن احنا نعرفها في اللحظة الحالية إحنا بس محتاجين ندي نظرة شاملة عن ال-control process من غير ما نخش للتفاصيل اللي هي المعادلات الرياضية فمعنى كده أن ال-block diagram بيدي تفاصيل مبسطة عن عملية التحكم إلا أن احنا هنلجأ في اللحظة تانية للمعادلات الرياضية بس في البداية بنبقى محتاجين أن احنا يبقى عندنا فكرة عن عملية التحكم في شكل مبسط تعالي نبتدي نتعرف على القواعد الرئاسية للاختزال في البلوك diagram فأول واحدة عندنا هي series أو الكاسكيد إذا عندنا ال-input داخل على block بعد كده ال-block دا دايما بيخرج منه signal فهتلاقي بيبقى فيه سه وفوقي كلام فالكلام اللي فوقي دا معناه signal فإذا دخلنا input uofs على block اسمه g1ofs فيخرج لي منه output اسميها ال-aofs اللي هي السيجنال والسيجنال دي إذا دخلت على block g2ofs فيخرج منها سيجنال تانية هتبقى اسمها ال-yofs اللي هي ال-output فإذا عندي block جاي وراء block تاني ومفيش عندي هنا أي dot أو أي حاجة مفيش عندي حاجة هنا اسمها ال-backoff بالشكل دا فقدر أعبر عنها بblock واحد ويبقى هو مضروب ال-g1ofs مع ال-g2ofs فمعناه كده أقدر أوصف العلاقة دي بblock واحد بحيث أن ال-input بتاعه هو ال-uofs وال-output هو ال-yofs حيث أن ال-yofs equal g1ofs مضروبة في ال-g2ofs مضروبة في ال-uofs القاعدة دي اسمها series rule أو cascade rule تعالي نتعرف على parallel rule إذا عندي input signal رايحة على block g1ofs وعندي ال-input signal دي رايحة على block اسمه g2ofs بعد كده ال-output signal من هنا وال-output signal من هنا مجموعين على بعض وبيدوني ال-yofs فمعناه كده أن أقدر أستبدل العلاقة دي بأن أقول عندي uofs داخل على block وال-block ده هو عبارة عن مجموع g1ofs زائد g2ofs فال-yofs equal g1ofs plus g2ofs مجموعهم مضروب في ال-input اللي هو uofs فالعلاقة دي اسمها parallel rule أو قاعدة التوازي طب تعالي نتعرف على feedback rule إذا عندي block بالشكل ده gofs طالع منه output yofs بعد كده أنا استخدمت sensor النقيس ال-output في اسمه hofs والmeasured output دوت طرحته من ال-input اللي هو uofs اداني error ال-error ده بقى هو اللي داخل على transfer function gofs فإزاي ممكن أكتب الكلام ده في شكل block 1 فهتلاقي بالشكل ده إنه عندي block اسمه gofs مقسوم على one plus gofs hofs ده بيوصف لي العلاقة ما بين output اللي هو yofs وال-input اللي هو uofs أولا أنا هقول إن yofs equal gofs over one plus gofs hofs مضروبة في ال-input اللي هو uofs طب إزاي؟ تعالي نشوفها واحدة واحدة مع بعض فعندي output y ال-yofs دي بتساوي دايما ال-block مضروب في signal فده عبارة عن gofs مضروب في ال-eofs تعالي نسأل سؤال هي إيه هي ال-eofs؟ فهتلاقي إن ال-eofs هي عبارة عن ناتج طرح ال-input اللي هو uofs ناقص البلوك ده مضروب في السيجنل اللي قبله ناقص ال-h of s y of s معنى كده إن ممكن أشيل ال-eofs وحط مكانها في الكلام ده فهلاقي إن ال-yofs gofs مضروب في ال-eofs ناقص ال-h of s y of s فممكن أضرب ال-geofs في ال-eofs وممكن أضرب ال-geofs ال-h of s y of s بالشكل ده بعدين ممكن أخد ال-geofs h of s y of s الناحية التانية بحيث إن أخد ال-y of s عامل مشترك فهيبقى عندي فيه اتنين y of s فإذا أخدت الكلام ده الناحية التانية فهيبقى عندي هنا g of s h of s y of s وعندي y of s فقدر أخد ال-y of s كcommon factor فال-y of s هنا عامل مشترك فعندي هنا one plus g of s h of s والناحية التانية عندي g of s u of s معنى كده ممكن أخلي ال-y of s في طرف الوحده وأسم الكلام ده هنا على القوص ده فهلاقي إن ال-y of s بتساوي ال-g of s over one plus g of s h of s u of s وهي دي العلاقة اللي احنا كنا لسه قيلنا فمعنى كده إذا عندي feedback بالشكل ده أقدر أستبدله واكتب y of s equal g of s over one plus g of s h of s الكلام ده مضروب في ال-input اللي هو u of s أو ممكن أستبدل الكلام ده بالبلوك اللي قدامي ده تعال نبتدي نحل مسائل على ال-block diagram ونشوف إزا ممكن نعمل reduction خلينا نفترض إن عندي المسألة اللي قدامي دي فعايزين نشوف إزا ممكن نحلها واحدة واحدة مع بعض فإزا بصنا هنلاقى إن دي مع دي عبارة عن feedback وإزا بصنا نلاقى إن دي مع الكلام ده عبارة عن serious rule وإزا بصنا نلاقى إن الكلام ده والكلام ده مع الكلام ده عبارة عن serious rule وبعد كده في الأخيرة عندي هنا feedback فهنبتدي الاول بان احنا نعمل reduction للكلام ده عن طريق feedback rule فاول خطوة عندنا feedback اللي احنا كنا بنقول ان هي عبارة عن g of s الكلام اللي هنا مقسوم على one plus g of s الكلام اللي هنا مضروب في h of s اللي هو الكلام ده فهنشيل كل g of s هنحط مكانها one over s وهنشيل كل h of s هنحط مكانها two zeta omega n فهتلاقي هنا one over s وهنا one plus one over s two zeta omega n اللي احنا ممكن نخلي ان المقام ال s موجود هنا وموجود هنا فهو عبارة عن s plus two zeta omega n مقسوم على s وفوق كان عندي فيه one over s فده هيروح مع ده هيديني one over s plus two zeta omega n فقدر اشيل الكلام ده كله وحط مكانه block اكتب جواه one over s plus two zeta omega n فبالشكل ده حطيت block كتبت فيه one over s plus two zeta omega n القاعدة اللي بعديها ان هي هتبقى cascade او series اقدر اضرب ده في ده في ده فقدر اضرب الكلام اللي جوه البلوك ده مع الكلام اللي جوه البلوك ده مع الكلام اللي جوه البلوك ده فيبقى عندي one over s مضروب في one over s plus two zeta omega n مضروب في omega n square ده في ده في ده هيديني الاوتبوت مع الانبوت اللي كان داخل للوميجا n square فيبقى y over s over e over s فاذا ضرب هلاقي هنا عندي فيه في البسط omega n square وفي المقام عندي s square plus two zeta omega n s فقدر اشيل التلات بلوكات ديت وحط بلوك واحد اكتب جوه omega n square over s square plus two zeta omega n s وهو ده اللي انا عملته حطيت بلوك واحد كتبته جوه omega n square over s square plus two zeta omega n s القاعدة الاخيرة اللي انا ممكن اطبقها هي الفيدباك بحيث ان عندي في الفيدباك الh of s equal one هنا بدان مفيش بلوك يبقى معنا كده ان البلوك بتاعي بيساوي واحد وهنا عندي g of s equal omega n square مقسومة على s square plus two zeta omega n s فهرجع تاني لقاعدة الفيدباك اللي هي g of s over one plus g of s h of s فقادي g of s بتاعتي وقادي هنا تاني g of s وقادي قلنا الh of s equal one بعد كده هخلي المقام مشترك فيبقى عندي هنا فوق s square plus two zeta omega n s plus omega n square مقسومة على s square plus two zeta omega n s وهنا برضو عندي omega n square مقسومة على s square plus two zeta omega n s اقدر اختصر الكلام ده مع الكلام ده فهيتبقى عندي omega n square over s square plus two zeta omega n s plus omega n square فقدر استبدل الكلام ده كله ببلوك واحد يبقى جواه omega n square مقسومة على s square plus two zeta omega n s z omega n square بيوصف لي العلاقة ما بين الاوتبوت والايمبوت تعال نشوف ازا عندنا حاجة اسمها البيك اوف ازا انا قدر نحركها بحيث ان هي تساعدني في عملية الاختزال للبلوك دي اكران يعني ايه الكلام ده يعني مثلا ازا عندي هنا قدي بلوك اسمه g وقدي بلوك اسمه h وعندي هنا فيه dot يعني فيه نقطة متفرعة رايحة على بلوك بتطلع لي out ازاي اقدر احرك النقطة دي من هنا اجيبها هنا ازا بصيت هلاقي ان البي بتساوي البلوك اللي اسمه g مضروب في الا وهلاقي ان الواي كانت بتساوي اله في السجنل اللي جاي لها اللي هي البي فمعنى كده البي اكوال g في a والواي اكوال h في b اقدر اشيل البي وحط لمكانها g a فهلاقي ان الواي اكوال h g a ازا حبيت احرك النقطة دي من هنا لهنا فمعنى كده هدرب البلوك اللي اسمه h ده في ال g فمعنى كده اقدر استبدل البلوك ده بدل ما هو h اكتب جوا h في g ازا حركت النقطة دي من هنا لهنا طب ازاي تعالوا نتأكد ونعمل لها الاسبات الرياضي بتاعها فهتلاقي ان البي مازالت بتساوي البلوك دوت في السجنل اللي جايله فهو بتساوي ال g في ال a طب تعالوا نشوف ايه هي الواي الواي هتساوي البلوك في السجنل اللي جايلها فبتساوي ال h في ال g في ال a ازا بصيت هلاقي فعلا ان الواي هنا بتساوي h g a والواي هنا بتساوي h g a وازا بصيت هلاقي ان البي بتساوي g a والبي هنا بتساوي g a ففعلا انا اذا حركت البيك اوف او النقطة دي من هنا لهنا معنى كده انه هضرب البلوك دوت في البلوك اللي فوقي فهيبقى ده المكافئ لها طب تعالى نشوف اذا حبينا نحرك البيك اوف من هنا لهنا لما كنا بنحرك البيك اوف من هنا لهنا كنا بنضرب في البلوك ده طب اذا جينا نحركها من هنا لهنا يبقى هنقسم على البلوك دوت طب ازاي عندي البي بتساوي البلوك مضروف في السيجنال اللي جياله فالبي بتساوي الجي مضروف في الا طب بالنسبة للواي الواي بتساوي البلوك مضروف في السيجنال اللي جياله فإذا بصنا على البلوك ده هنلاقي أن اللي جياله هي السيجنال ا فمعنى كده أن الواي بتساوي اتش ا فإذا جينا حرقنا البيك اوف من هنا لهنا هيبقى هحط هنا بلوك وهكتب جواه اتش مقسومة على البلوك دوت اللي هو الجي تعال نعمل الإثبات بتاعها فهتلاقي أن B السيجنل دي بتساوي البلوك مضروب في السيجنل اللي جايله بمعنى كده الب بتساوي ال G في ال A أما بالنسبة لل Y فهتلاقي أن هي كيمة البلوك مضروبة في السيجنل اللي جايلها فهتلاقي أن Y بتساوي H على G في المP حيث أن دي كانت السيجنل كانت اسمها B طب إذا جينا شلنا الب وحطينا مكانها الكلام دوت فهتلاقي أن الواي اكوال اتش على الجي مضروف في جي في ايه فالجي هتروح مع الجي فهيتبقى لي اتش ايه ففعلا هلاقي ان الواي هنا اكوال اتش ايه هلاقي ان الواي هنا اكوال اتش ايه البي اكوال جي ايه البي اكوال جي ايه فمعنى كده ازا عندنا بيك اوف حركناها من هنا لهنا يبقى هنضرب في قيمة البلوك دوت اما ازا كانت البيك اوف هنا وحبنا نحركها من هنا لهنا مع ان كده هنقسم على البلوك. فدي قاعدة اسمها moving the pickoff. تعال نشوف ازاي ممكن نعمل move لسميتر. ازا عندي سميتر زي كده. وحبنا نحرك السميتر دوت من هنا لهنا. فعندي هنا البي. جاي هنا في بلوك اسمه جي وان وهنا في بلوك اسم جي تو. والسجن اللي جاية للجي وان اسمها اي وان. والسجن اللي جاية للجي تو اسمها اي تو. تعال نحسب البي فهتلاقي ان البي عبارة عن البلوك ده مضروف في السجن اللي جاية له. اللي هي جي وان اي وان. ازا جينا نحرك السميتر من هنا لهنا. فمعنى كده هنقسم على البلوك دوت. فيبقى بالشكل ده. يبقى جي تو اوفر جي وان وهنا جاية لي السجن اللي اي تو. طب ازاي? تعال نتأكد. عندي البي. البي بتساوي جي وان. مضروب في السجن اللي جاية لها. طب ايه السجن اللي جاية للجي وان? هي عبارة عن اي وان? هنا. زائد جي مقسوم على G1 في A2 إذا دخلنا G1 هنا ودخلنا G1 هنا هتلاقيها هي عبارة عن G1 A1 بلاس G2 A2 فعلا كانت الB هنا بتساوي G1 A1 بلاس G2 A2 معنا كده إذا عندي البلوك بالشكل دوت وحبيت أحرك الساميتور من هنا لهنا يبقى معنا كده هضرب البلوك دوت في البلوك ده بحيث أنه هلاقي الB عندي بتساوي G1 مضروب في السيجنال اللي جاية لها والسيجنال اللي جاية دي كانت مجموعة ده زائد ده فهي عبارة عن A1 بلاس G2 A2 اللي هي بتساوي G1 A1 بلاس G1 G2 A2 فقلنا هنضرب إذا حركنا الساميتور من هنا لهنا طيب تعال نتأكد هتلاقي أن الB بتساوي G1 في A1 بلاس G1 G2 A2 هتلاقي فعلا أدي الB هنا وأدي الB هنا الاثنين هي هي إذا عكسنا الرسمة قلنا بدل ما السيجنال من الطريق ده فهي من الطريق دوت بس هنلاقي أن الأوتبوت واحد فنقدر نختصر الموفينج ساميتور والبيكوف بالشكل اللي قدامنا ده وبحيث أن إذا عندنا البيكوف هنا وحبينا نحركها في الاتجاه ده بمعنى كده هنضرب في البلوك إذا عندنا البيكوف هنا وحبينا نحركها في الاتجاه المعاكس يبقى هنقسم على البلوك إذا عندنا الساميتور هنا وحبينا نحركها في الاتجاه ده يبقى هنقسم على البلوك إذا عندنا الساميتور هنا وحبينا نحركها لهنا يبقى هنضرب في البلوك تعالي نحل مسألة على الـ Block Diagram Reduction تخيل إن عندي المسألة اللي قدامي دي تخيل إن عندي المسألة اللي قدامي ديت وعايز أحرك السميتر فإذا حبيت أحرك السميتر في الاتجاه ده قلنا لو بنتحرك السميتر قبل الـ Block بنقسم على قيمة الـ Block فمعنى كده إذا حركت ده هنا يبقى هادرب في 1 over G2 هنا وهادرب في 1 over G2 هنا إذا حركتها للنقطة دي وإذا حركتها برضو من النقطة دي للنقطة دي يبقى هادرب تاني هنا في 1 over G1 وهادرب هنا تاني في 1 over G1 بالشكل ده فلما حركنا السميتر لهنا ضربنا في 1 over G2 عند الـ H2 وضربنا في 1 over G2 عند الـ H1 بعد كده لما بدنا تحرك السميتر من هنا لهنا ضربنا في 1 over G1 عند الـ H2 وضربنا في 1 over G1 عند ال H1 طيب عندنا هنا بيك اوف إذا حبنا نحرك البيك اوف من هنا لهنا فمعنى كده هنعدي على البلوك دوت يبقى هنضرب في البلوك ده اللي اسمه ال G4 فعشان حركناها عند ال H1 فحطنا هنا جنب ال H1 G4 طيب إذا حبنا نحرك البيك اوف من هنا لهنا يبقى معنى كده هنقسم على ال G4 وهنا هنقسم على ال G4 فهنا هيبقى 1 over G4 وهنا هيبقى 1 over G4 إذا حبنا نرجعها تاني فده مثال عن إزاي ممكن نحرك السميتر وإزاي ممكن نحرك البيك اوف تعال نشوف مثال تاني عندنا البلوك دياجرام اللي قدامه دوت عايزين نعمله Reduction فهتلاقي إن في كذا طريق ممكن تمشي فيه عشان تحل المشكلة دي فممكن مثلا أحرك السميتر من هنا أجيبها هنا فإذا حبت أحرك السميتر من هنا لهنا يبقى معنى كده هقسم على G1 وهتبقى على الخط ده فهتلاقي ممكن أقسم على G1 بالشكل ده هيبقى 1 over G1 وهتلاقييني حركت السميتر هنا مش فارق إن هو يبقى قابل السميتر دوت أو بعديه طيب الخطوة التانية ممكن نعمل إيه؟ ممكن نحرك البيك اوف من هنا نجيبها هنا فإذا حركنا البيك اوف من هنا وجيبناها هنا بمعنى كده هنضرب في G2 هيبقى الـ H هتتضرب في G2 فهتلاقي بالشكل دوت لما حركنا البيك اوف من هنا لهنا بقت H مضروبة في G2 بعد كده ممكن نعمل إيه؟ ممكن نتبع الطرق العادية في الـ Reduction اللي هي الـ Series Rule الـ Parallel Rule والـ Feedback Rule فده مع ده هيبقى Series هيبقى عندي هنا G2 G3 بعد كده ده مع ده هيبقى Parallel هيبقى عندي G4 plus G2 G3 ده مع ده هيبقى Feedback هيبقى عندي هنا فيه Block وهنا هيبقى فيه Block الـ Block دوت مع الـ Block دوت هيبقى Series بعد كده النتيجة النهائية هتبقى Feedback تعال نشوف مسألة تانية عايزين نعمل Block Diagram Reduction للكلام دوت فأول حاجة هنحرك الـ Pick Off من هنا لهنا فمعنا كده هنضرب الـ H في G2 إذا حركنا الـ Pick Off فهتلاقي فعلا عندي هنا G1 وهنا H G2 أقدر أخذ الكلام ده مع بعضه Feedback فهيبقى عندي G1 over 1 plus G1 G2 H فهتلاقي هيبقى عندي G1 over 1 plus G1 G2 H بعد كده أقدر أخذ ده مع ده Series هيبقى عندي G2 G3 وأخذ G4 مع الـ G2 G3 اللي اتنين مع بعض Parallel فهيبقى عندي G4 plus G2 G3 فهتلاقي بالشكل ده G2 G3 plus G4 بعد كده ممكن أخذ الكلام ده مع الكلام دوت Series فهيبقى عندي G1 مضروبة في G2 G3 plus G4 مقسومة على 1 plus G1 G2 H بالشكل دوت G1 مضروبة في G2 G3 plus G4 مقسومة على 1 plus G1 G2 H أقدر أعمل Feedback للكلام دوت فهيبقى عندي هذه النتيجة إنها A عشان نرخص مع بعض إذا عندي Block بعديه في Block ده اسمها Series وأقدر أقول عليها إن هي G1 G2 في Block 1 إذا عندي G1 مجموعة على G2 أقدر أقول عليها إن هي Parallel Rule وأقدر أمثلها في Block 1 أقول إن هي عبارة عن G1 plus G2 of S إذا عندي G of S أجيلي Feedback H of S بإشارة مخالفة أو بنفس الإشارة أقدر أقول عليها إن هي Feedback بحيث إن أمثلها في Block أقول إن هو عبارة عن G of S over 1 plus G of S H of S إذا عندي بيك أوف إذا حبيت أحرك البيك أوف من هنا لهنا فمعنى كده هتبقى H over G تبقى مقسومة على البلوك دوت وإذا عندي الشكل اللي قدامي دوت وحبيت أحرك السميتور من هنا لهنا فدي اسمها السميتور ومعنى كده إن هقسم على البلوك دوت لما حرك السميتور فهيبقى بالشكل اللي قدامي ده تعال نشوف إزاي ممكن نعمل بلوك دياجرام ريداكشن باستخدام المتلاب خلينا نفترض إن إحنا عندنا البلوك دياجرام اللي قدامنا دوت بحيث إنه عندي كيمة الـ G1 5S plus 3 over 2S plus 7 عندي كيمة الـ G2 3 over S plus 8 الـ G3S plus 10 over SQ plus 3S square plus 7S plus 9 عندي الـ G4 4 over S plus 10 وعندي الـ H 7S plus 1 over S الخطوة الأولينية إن إحنا ممكن ناخد ده مع ده سيريس وده هيبقى اسمها السيريس ريداكشن الخطوة الثانية إن إحنا ممكن نجمع الـ S2-3 مع الـ G4 فهنتبع حاجة اسمها الـ Barrel Reduction بحيث إن هي هتديني G2-3-4 الخطوة اللي بعدها إن إحنا ممكن نعمل الكلام ده مع بعضه feedback فيبقى عندي G1-HG2 هسميها G1-T الخطوة اللي بعدها إن إنا ممكن أخد الـ G1-T مع الـ G2-3 كسيريس فهيطلع لي حاجة اسمها G1-T 2-3-4 بالشكل ده الخطوة الأخيرة إن إنا ممكن أخد الـ G1-T 2-3-4 كfeedback فهيطلع لي حاجة اسمها G-Find ودي هتبقى feedback reduction هنبتدي نعرف الـ transfer functions اللي عندنا فهبتدي الأول أقول clear all وبعد كده هقول CLC بعد كده هبتدي أعرف transfer function G1-S فهيطل عندي post numerator N underscore G1 فهيطل ده بيساوي هفتح 2 brackets وحط semicolon بعد كده هبتدي أكتب 5 ودي بتعبر عن الـ S مسافة وبعد كده 3 أنزل على السطر اللي بعده هبتدي أعرف المقام الـ deliminator فهيطل D underscore G1 وهيطل ده بيساوي وافتح 2 brackets 2S plus 7 فهقول 2 مسافة 7 وبعد كده هبتدي أعرف transfer function بتاعت الـ G2 باخد الكلام ده control C بعد كده control V وبدل G1 هقول G2 وهبتدي أقول N underscore G2 وبيساوي brackets وبعدين هقول 3 كانت عندي 3 بس في البسط وبعد كده D underscore G2 هقول ده بيتساوي وحط 2 brackets وبعد كده هقول 1 مسافة 8 كانت 1S plus 8 بعد كده هبتدي أعرف G3 فهقول عندي في البسط N underscore G3 equal وبعد كده هنا semi column فهقول 1 وبعد كده مسافة 10 الـ 1 ده كانت عندي S plus 10 وفي المقام كانت عندي D underscore G3 كانت بتساوي عندي 1 S cube plus 3 S square plus 7 S plus 9 وبعد كده كان عندي G4 فهقول عندي حاجة اسمها N underscore G4 ودي بتساوي ودي بتساوي أربعة وفي هنا سمي كولون وبعد كده D underscore G4 ودي بتساوي بعد كده 1 وتن وهنا سمي كولون وفي الأخير كان عندي H وهقول H ودي كان البسط بتاعها N underscore H بيساوي كانت 7 S plus 1 بعد كده سمي كولون وبعد كده عندي المقام كان D underscore H كان بيساوي S plus 0 وهقول هنا سمي كولون في الخطوة الأولينية كنت عايزة عامل series reduction ما بين G2 وال G3 فهبتدي أنزل وهفتح 2 هقول N underscore G2 ثري بعد كده كومة ده البسط بتاع G2 ثري وهقول D underscore G2 ثري فده بيساوي بعد كده هقول series بعد كده هقول N underscore G capital 2 مسافة بعد كده D underscore G capital 2 قومة بعد كده N underscore G capital 3 قومة D underscore G capital 3 وبرده في نفس الخطوة كنت عايزة عامل series لل G2 مع ال H فممكن أخذ الكلام ده كله ctrl C وانزل هنا ctrl V وهقول إن دوت G2 H وهقول إن ده G2 H وبدل ما كان عندي N underscore G3 فهيخليها N underscore H وD underscore G3 هخليها D underscore H خطوة الخطوة اللي بعدها كنت عايزة عامل بارلل لل G2 ثري مع ال G4 فهبتدي أفتح اتنين براكت وهبتدي أقول N underscore G two three four قومة D underscore G two three four بعد كده هقول equal وهكتب بارلل وهفتح اتنين براكت بعد كده هكتب N underscore G two three قومة D underscore G two three قومة D underscore G two three قومة N underscore G four قومة D underscore G four وهوحط سيمي كولون في الخطوة التالتة كنا عايزين نعمل feedback ال G two H مع ال G one فهبتدي أنزل هنا وهحط اتنين براكت بعد كده هكتب N underscore G one بعد كده G two H بعد كده هقول قومة بعدين هقول D underscore G one G two H بعد كده هقول ده بيساوي feedback وبعد كده هفتح كوسين هقول N underscore G one بعد كده قومة D underscore G one بعد كده قومة N underscore G two H بعد كده قومة D underscore G two H بعد كده قومة هقول negative one لأن عندي الفيدباك كان بال negative وطبعا احنا عشان نخليها زي المسال بالزبط فكانت عندنا G one G two H كنا مسمينها G one T وكنا هنسمي ده برضو G one T الخطوة اللي بعديها عندنا series G one T مع G two three four فممكن ناخد series ده زي ما هو وهنحط الكلام دوت بعد كده هيبقى G one T هنا وهنا وال G two three four هتبقى هنا مكان ال H وهنا بحيث ان الاوتوت بتاعي هيبقى G one T بعد كده G two three four وهنا نفس الكلام هيبقى G one T G two three four كده يبقى عملنا series الخطوة الاخيرة ان احنا عايزين نعمل feedback لل G one T G two three four مع واحد لان الفيدباك عندي كان بال one فممكن نستخدم امر من اثنين ممكن نستخدم الفيدباك زي كده نحس ان اممكن اغير G one للكلام ده اللي هو كان G one T G two three four وهنا وبادل الكلام ده ممكن اكتب هنا one وone لان كان عندي في الباست one وفي المقام one وسالب واحد وفي الحالة دي هيبقى الاوتوت بتاعي اسمه G final وهنا هيبقى المباسطة عندي G final او الاكويفلنت لي ان انا ممكن اخد نفس الكلام واكتب C loop وفي الحالة ديت مش محتاج اكتب H لان C loop معناها closed loop بفيدباك equal one فالامر ده والامر ده اللي اثنين واحد فانا هاعلم على الكلام ده comment بحس ان انا مستخدم الامر دوت وبعد ما خلصت step one step two step three step four لحد النهاية ممكن اقول print says وهكتب الباست بتاعي اللي هو N underscore G final كما بعد كده المقام بتاعي اللي هو D underscore G final بحس ازا عملت run هشوف transfer function بتاعتي زي ما انت شايف نبص على الكود بصة سريعة بحس ازا عملت بحس ازا عملت وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة ومع السلام